عواضي شوف أن الفيفا مش فاضي لك أصلا فروح أسأل الأندية مباشرة رجمع من الأندية شوف يجب أن نقسم المشكلة إلى قسمي معالجة الوضع الحالي الأصل في الموضوع أن النادي هو مسؤول عن قضايا أنت نادي محترف في دولة محترفين يجب يكون عندك اعترافية في معالجة قضاياك مع الفيفا ويكون كل وضوح أما نسيت أدفع ونسى يدفع هذا الشغل عباطع مشغل أندية يعني مشغل أندية محترفة يجب أن يكون هناك متابعة من النادي نفسه قبل أن يعين عليك ولي أمر طبعا الاتحاد السعودي مشكور انتقل نقلة نوعية من ممرر وبعض الأحيان ضيع معاملات إلى أنه صار هو يتابع قضايا الأندية بطلب يطلب من الفيفا عشان يتابع الأندية فالآن قصور الأندية في معالجة مشاكلها أجبر الاتحاد الجديد وهي خطوة تسجل له أنه هو يتابع عنكم المواضيع يتابع معكم المواضيع مو عنكم المسؤولية في النهاية تقع على النادي لكن بما أن الأندية السعودية والكرة السعودية ستضرر يعني عاجلا أم عاجلا فقاموا بالدور هذا هو هم وهذا دور يشكرون عليه كان من الأجدر من الاتحاد السابق أنه يتابع يعني يعالج الأمور بهذه الطريقة الجزء الثاني لمنع تكرار مثل هذه أنا أشوف فيه هناك أكثر من الأجد يعني تطول الحلقة وممكن نتكلم إلى بكرة لكن أهمها أني أمنع أي نادي عليه قضايا في الفيفا من التسجيل من التسجيل هذه واحدة هذا يكون قاسي ثاني شيء أنه اللاعب الأجنبي ما يغادر البلد إلا بمخالصة وهذا المشاكل اللي قد يغادر اللاعب والنادي ينسى أنا أردت برضو هذه اللازات في الجذور اللي بها كما كانت يعود فيها لكن خلينا نرجع للولى أنت تقول